انطلقت تفاعليات أعمال الكشف الطبية على العاملين بمقر مجلس العمد والمشايخ بمطروح وذلك في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة تهدف المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة حيث تتم تقديم الخدمات المبادرة الكشف المباكر عن الأمراض المزمنة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة وزيادة الوزن والاعتلال الكلوي وكذلك خدمات دعم صحة المرأة من خلال التعوية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيمي وتنمية الأسرة بالإضافة إلى خدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة دي مبادرة رئاسية تستهدف صحة مواطنين المصريين المبادرة بدأ من شهر يوليو حتى واحد اكتوبر إن شاء الله فربنا إن شاء الله يدوم المبادرة الرئاسية دي برضو مفيدة للناس لأن المبادرة بالمجانة وأي الأقدر لأي أحد عند أمراض برضو ممكن يتحول للمستشفيات ونتمنى المزيد مننا بنقدم الخدمة في محافظة مطروح من خلال فرق سابتة وفرق متحركة ما يقرب من 24 فريق سابت و18 فريق متحرك بنرجو بيهم مختلف الكرة والمراكز والنهوع والتجمعات السكرية محافظة مطروح لتقديم الخدمات الطبية وخدمات المبادرات لجميع الأشخاص والأفراد ترجمة نانسي قنقر